بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبة أموركم هان يا نتمنى يربي تكونوا كاملين بصحة وسلامة يا رب حلقتنا دي اليوم هي حلقة تحت طلب الأخت نزهافايز واللي كان العديد من الأخوات كتلبوا مني مثل هاد الوصفات أو هاد الحلقات حلقة خاصة يعني بالنساء هي الهم والشغل الشاغل لكل مرأة وكل سيدة بيت تنظيم الميزانية كيفاش ننظم الميزانياتي كيفاش ندوز الشهر ديالي وأنا مرساحة بلا منطر أنني نكريدي أو لنسلف وهذا كيفاش ننظم الوصفات اليومية جدوى الوصفات اليومية أو الأسبوعية يعني كيفاش نقاد هاد المسائل أي يعني والمسألة الأهم من هاد شي كامل يعني واللي غتخلينا نوقفوا مع نفسنا ونحاول ونقادوا أمورنا ونضبطوها يعني الضرف اللي مرينا به كامل وهي الجائحة ديالكورونا يعني هذيك الفترة اللي ما خديناش منها دروس راحنا ما استفدنا منها والو من بين الدروس اللي خدينا هو الاقتصاد يعني وصلنا الواحد الوقت أن الاقتصاد كان متعدع يعني وكل عصى الناس اللي كانوا أزواجهم تيخدموا يعني في تجارة أو تجارة الحرارة هم عرفوا هاد المسألة مصاريف كتخرجوا والمداخل محبوسة متوقفة يعني مصاريف دائما خارجان اللي عنده الكران اللي عنده الموضو المدارس المصروف ديال البيت الافينات الاسيرانس وهذا كل شيء مصاريف كتخرج والمدخول محبوس متوقف فهدي تخليك تدير وقفة مع نفسك وتحاول تراجعي حساباتك وتنظمي أمورك باش ما توقعيش في مثل هاد المطابات لا قدر الله إلي كانت هذا على الأقل كتجي خفيفة ويكون عندك وحد يكون عندك وحد توازن أو يكون عندك وحد ريزير منين غادي تصوفي راسك الحمد لله يعني أنا أول عام العام اللي فات أول عام كنحضر ديك القفة الرمضانية يعني ديك تقدية ديالرمدان على تي ساع ولقيتها بحال درها بالأحلان وقلت إن شاء الله إلا طول الله في العمر كل عام غادي نبقى ندير نفس المسألة لأن نرسيحيت فيها بوحد الشكل رهيب غادي نحاولوا ما أمكن نسلطوا الضوء على بعض النقاط نتبادلوا بعض الأفكار يعني وبعض الطرق أنا يعني شفت عدة قناوات أجنبية ومغربية يعني كيفاش ديال تنظيمه هذا ومطبع تحال كل سيدرها هكتدير دكش اللي كي نسبها واللي كي نسب ميزانيسها حسب أعداد الأفراد ديالها وحسب هما يعني مصروفهم فين كيمشي يعني كيفاش كيدبروا المصروف ديالهم ديك الأساليب المحبطة ديال كل نهاره رزقه وراربي اللي تيرزق وهادوك أساليب محبطة ما ناخدهاش بعيد الاعتبار الله اللي تيرزق سبحانه وتعالى رزقه والله قال لك سعى وانا نسعى معاك الله قال لك اشجاهد اعقلها وتوكل ما كايش غير مطلقة سراحة مداح بالعكس يعني الكون إلي تأملته كل شيء بدوابطه بقوانينه بميزان أي مؤسسة مؤسسة إلا وعندها ميزانية وعندها دوابط فكذلك البيت هي مؤسسة قائمة بداتها وانت المديرة ديالها المؤسسة وانت اللي غدت نجحيها حتى إذا كانوا تعترات أو لعترس أو لسقط ماشي عيب العيب هو أنني نبقى مربعيدي ونبقى نقول ما لي وكيفاش نبدأ نهاده نبدأ لا نحاول نشمر ونوقف ونحاول نلقى ده أموري أول حاجة غنبداو بها هي الميزانية الميزانية غادي ناخده ورقان ناخده حنص نهار شريو أجندا شري مذكرة شنو مبغيتي هادو ركيت باعو في ميفيك عدنا بحل بحل مينيسو تلقان في مينيسو ما فيك حن عندنا في الإنارة ثلاثة بخمسة وعشرين درهم ما عندكش مذكرة كتابة في بالغرض ماشي إشكال غادي ناخد خديت اللخر ديالها ناخده ورقة أباق وغادي نبدأ نكتب المصروف ديالي كامل أشنو كنت قدضى في الشهر أشنو كيلزمني في البيت ديالي اللي كانت قدضى في الشهر وغادي نبدأ نشوف أشن هي الحاجة اللي كتاخد لي الفلوس بالزاف كينا نشي حويج نقدر نحدفهم وكينا نشي حويج غادي ننقص منهم مثلا كينا نستي دلي الخبز كاتشريه الخبز كاتشري الفين وازغي كاتشريها علشان اللي تنشي الخبز والزرع موجود وفارينا موجودة ونعجن خبز ديال الدرع ديال الدرع لمسيناتو و الفين وازغي نسكيلو ديال ديقرة تخرج لك جوجلطات ديال الفين وازغي تشهيتها مرة في شهر ماشي لكن يوميا يوميا ره ميزانية هديك مثلا الكونفيتير اولى المربع علشان شريه الفواكه الموسمية على طول السنة كل مره نوجد نوع ونوع كلام جميع الانواع اولى الانواع اللي ولاديك يبغيوهم نديرهم بزيد كي المجمد والله الحمل وكيتخزن فيه داك شي كين التحقيم يعني كين وسائل هانا كنوفر شوية من هنا شوية من هنا مواد تنظيف كيف شو أنا درت مواد تنظيف كيف قلتش آمنة على الصحة اولى الحساسية وهذا والجلد والله الحمد وثانيا حتى على الجيب يعني كتوفر بالنسبة لي أنا كنا مواد تنظيف كي يستنزفوا لي الفلوس دائما كنا بغي نجرب وهذا فعال وهذا زوين وده كشرا كده رغير بصحة يعني الحساسية وما نقولكمش كل من بدأ نحاول نشوف نحط كل شيء اشنو كانت قطة ونبدأ نشوف اشنو اللي كيستنزف لي الفلوس بالساف الميزانية غادي نقسموها على هات الشكل مثلا مثلا أنا الميزانية وقفتها والتوفيرها ماشي عيب يعني اللي هي لا لو مولاتي كتعرف كيف مشي دارها يعني بدوروف وبتوفير وكتزطت أمورها بلا ما تتكلف بلا ما تتكلف وهي مرتاحة أنا كنحاولت أنا كنشتهد بحالي بحالكم كنت كندير ميزانية دي كل عشريان كتكمل يا شهر مقاد يعني ما مخصوصة ما ولو لكن ما عمري وفرت فيها مليدرت هذي ولله الحمد فيها شوية دي التوفير وفرحت بهذه النتيجة غادي نوقفوا مثلا ألفين درهم ميزانية تقفل أربعة الخمس أشخاص ألفين درهم مصروخ مونة أنا بالنسبة لي هذي المونة يعني البوطة ما فيهاش لأن الرجلي متكلف بها ولي تحت البوطة ديال الدار وكتكون عندنا دائما نحدى سوكور أيضا القمح والفارينة هو اللي كيتكلف به ولي كيتقداه واللحوب هو اللي كيتقداه يعني هذي شي خارج من هذي الميزانية والسيدة اللي عندها هذي شي داخل تحاول تعرف كيف تضبط رأسها عندنا الميزانية كيف قلت ألفين درهم تكفي إلى أربع إلى خمس أشعاص خاص عندنا الهري أو لمرجان أو لبيم أنا ما كان مشيش لهري كايني عندنا جوج هرية هنا في حي الرميلة واللي كارات توقفيت تقسم لك ظهرك تعد فيه يدي لي بالنقص اللي عندها الخاطر ممكن كاين لهري وكاين مرجان أو بيم غير تكون عندي مناعة من ندخل المرجان نعرف كيف نأخذ كندي ورقة كنعرف كيف نأخذ وكيف ما نأخذ كايني شي حويش كنأخذهم من الهري كايني شي حويش كنأخذهم من بيم الميزانية ديها الهري غاندي نوقفها في 800 درهم بالنسبة لأول شهر أنت غادي تبداي غايجيك شوية صعيبة تقدري تفوتيها 800 درهم لكن شهر الثاني غا توقفيها في 800 درهم كوني على يقين شهر الأول إلا ما وفرتيش ماشي عيب مثلا وصلت إلى 1000 درهم ماشي عيب را كي وفرت يشي حويش غايبقى لكل شهر الآخر غا تدخليهم الستوك غادي تبداي تحضري منهم الستوك عندي الهري 800 درهم وهات 800 درهم ضروري ما غايش تليفها شي حاجة غا ندخلها الستوك فهنا عندي واحد تحدي ديها الستوك كل مرة كنربي يعني كل مرة كنخزن في حاجة كل مرة كنخزن في حاجة باش نوفر ستوك عندي الخضر والفواكه الخضر والفواكه 350 درهم 350 درهم غادي ناخذ بها الخضر والفواكه ديالي 100 درهم را كتجيب لي القفة ديال 15 يوم 100 درهم 100 درهم 200 درهم 200 درهم كتبقى 150 درهم كنخزن بها الفواكه الموثيمية تفاح بنان الليمون تشهيت شي حاجة زيدة غادي ناخذ منها 30 كيلو وبعد المرات تشهيت حاجة من الخضر كندوزها الفواكه نقدر إلا 21 40 درهم باشي إشكال خضر وفواكه 350 درهم نحاول نجري هاد اللحوم والسمك 450 درهم تكفيق للشهر أنا بالنسبة لي كيف قلت لكم اللحوم راجلي كي يجيبو ولكن هاد 450 تل 500 درهم تكفيق للشهر الدوزي بها الشهر خير لأن ضروري بغي يكون واحد نهار وصل الأسبوع بدون اللحوم دائما أنا عندي نهار في الأسبوع بدون اللحوم كي يكون فيها غطان ديال لبات براسوس برانش والفتر وهذا غطان تبارك الله مشبعة كبيرة رمض مدخل فيها لحم يكون غطان رمض 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 طاجين ديال الخضر 250 درهم سنخصصها للسامك نحاول 250 درهم ندير لها ميزان يسع ما كيفاش نتقدع منها السامك وعندي مياد درهم ديال الدجاج الحاليا دجاج الخيس مياد درهم ديال الدجاج ستقسم منها 1-4 ديال الدجاج وتقسم ركيبات وجنوحات وهذا وده تصدر إما تدري شاوارما إما تحاول كفتا لأن كنت أخذ 100 درهم كفتا كنت أقسم هذا كفتا على 4 أو 5 مرات تقديم 100 درهم مياد يكون بحال مهكة دجاج ونأخذ وافي كي يولي صدورة ومعندي كفتا وبالتالي 100 درهم نقدر نزيد ها في الحوت ونزيد ها في السامك نقدر نزيد ها في السامك ونأخذ بها شحاجر أو نأخذ غير 50 درهم كفتا وتقول لدي 300 درهم لأن السامك غالي هذا المصروف كامل هو 1600 درهم غادي نخلي 200 درهم أبا هاد 200 درهم غادي نقسمها 50 50 50 50 درهم مثلا نخص الحليب في داك الأسبوع كل أسبوع و50 درهم خصني الحليب غادي نخرج نأخذ منه الحليب ونحاول إلى شي يطمنه شي حاجة سواء من هاد شي كامل شي حاجة كندي لها واحد سندقة ها التحدي الثاني دي السندقة شنو ما لحتفها تلقيه عندي خمسين درهم كل أسبوع هي 200 درهم وعندي واحد 200 درهم هادي غادي ندير بها قرعة معراسي ندي لها واحد البستام خاص وندخلها في قرعة أنا دير قرعة معراسي بمئتين درهم بحال للشهر كيتقام ب 1700 درهم وفيه التحدي دي الهري فيه التحدي دي الستوك يعني غادي بقالك شي حاجة أكيد كتبقى شي حاجة تبقى للستوك اللي خزين وأيضا فيه التحدي دي هاد 200 درهم تقدري تنقسم منه شي حاجة ولم الخضر ولم هاد وغادي تدي وحد سندقة تبدي تحطي فيها وفيه التحدي الثالث اللي هو دي لها القرعة غادي ندخل قرعة مع راسي وانو اعطى الله ما يدار بها مليك توفري وحد لا صوم ويكون عندك واحد الهدف انتي واقف على واحد حاجة بغاية لدارك او لو واقف على حاجة خاصة كدارورية غادي يعني يتربي الكبداء على هذا شي باش يتقدي هذا بالنسبة الالفين درهم السيدة اللي عندها الفين وخمسمية درهم مصروف هذي خمسمية درهم كلها تخزنها ابا وهذي الفين درهم كلها تدخلها مصروف غادي تعيش بها بيرفكت ما مش دوزي شهر ديالك مرتاحة ما خاص كتش حاجة سو كفي هدف هدف هذي غادي كل شهر كيف قلت كيجي صعيب لكن من بعد كتكتسبي المناعة وكتعرفي كيفاش مشي أمورك وخاصة تحسي بدك التوفير عندك وكتشيطي وعندك وحد الهدف بغا تحقيه وبغا توصلي لي كتضبطي نفسك ضروري وهذا الشيء رأيته في جميع القنوات الأجنبية كيضبطه نفسهم باش يخرج وكتضبط نفسها باش لشي حاجة لدارها يعني وعليش نتيل كيفي بحالي بحالهم علاش هذي كسيدة غا تنجح في مؤسسة ديالا وانا ما نجح شاء أنا كذلك وميتا نحن قدينا الميزانية هي هذي كيف قلت كتوقفي كتقاد دقاء المصاريف اللي عندك نحاول نضبط أموري هذي كتاخد لي الفلوس من قسم الحاجة اللي نقدر نديرها هذي كيير حاجة لكسرة المشروع من الزنقة وليك يدي الفلوس زائد أنك نشي حويش كيكون راحة شدرة لا يعني عليها النقا والبنة والإتقان اللي تقنتي وهذا را ما نقول لكم المصاريف مثلا عندي التسوق ديال يناير كان هو هذا وغادي ناخد واحد لكاز ضروري تدوين كل شي بالتدوين كل شي ضروري خاصو تدوين وغادي ناخد واحد لكاز بحرمكة هذي فيها الخضر والفواكه أشنو غادي نتقطع خضر والفواكه وعندي اللحوم والسمك أشنو غايخصني اللحوم والسمك هنا باقي التقدي هنا عن مصاريف أخرى أنا مدخلت لكم هذا بيجي ديالوب وعندي ستوك ستوك أشنو أنا خزنت في ستوك أشنو ربحت في ستوك غير مليك تدري تلالي على هذ الكتاب وتشوفي أشنو عندك في ستوك هذي رف رح يا هاني أهذا رح حققتي فيه واحد تحدي بالتالي غادي جي عندك إلي تبعتي هذ المسآلة غادي تحصل على واحد شهر زي غادي غام ما تخسري فيه تاريال وانتي وش هانتي وفرتت من 100 درهم مثلا زائدة في العام على دك القرآن اللي انتي دا إلا عرفتي كيف تضبط أمورك حلينا مشكل الميزانية وكل سيدة كيف قلت على حسب ميزانيتها وعلى حسب ظروفها وعلى حسب أولادها أنا أعطيتكم الميزانية في الوسط لا درار ولا درار وهذه هي الطريقة اللي تبعت وهذه الطريقة اللي ارتحيت فيها نحل المشكل الثاني هو مشكل الوجبات والوصفات اليومية مشكل الوصفات والوجبات اليومية كيف أنا دير معكم هنا كديري بحل مهكة 2 3 4 5 الأسبوع كامل أشنو فيه وتمرت الأسبوع نخلي سعني هذا الأسبوع أشنو الإنجازات اللي انتي حضرتي فيهم عندي مثلا 2 أنا فطوري وكندخل فيه حتى المسائل الدينية الويرد اليومي الأذكار مثلا سورة الكهف هنا بنسبة نهار الجمعة كندخل فيه حتى تحفيزات ديال دينية الويرد اليومي ديالي صلاة الضوحة أشنو درج وكنكن عندي وحد الوريقة هنا في الوسط كندير فيها المهام اللي أنا خاصني ندير هاد الأسبوع مع شي خاصني منهم تنظيف منهم إلي عندي شي خرجاء وليش حاجة كل شي كنحاول ننطيها ضروري من هاد شي ما نخليش تلغدو نقول لاش غنطيب اللغضة لاش غنطيب اللعشة وبالتي ندخل عند هادي نشوف الساعة مشت هنا وساعة مشت هنا واحد العشوائية لا للعشوائيات خليش عارك لا للعشوائيات كل شي بالتدوين وبالنظام غادي نجح حياتي نستهلك بلا ما نستهلك ما نبدخش احنا كيف قلنا الدروس اللي احنا مرينا بنها إلا ما اخديناش منها دروس راحنا ما استفدنا والو قلسي أيضا قلسة مع راسك وشوفي الوصفات اللي كيتناول لولادك كين العائلة اللي عندهم تاجين شي حاجة ضرورية غادي ندير واحد ورقة علاجن ونبدأ نوطي فيها الخضار اللي غادي تخصني لدك التاجين ومعا هكا شي حاجة غادي نحتاجها للصلاة كين العائلة اللي عندهم السمك يعني ضروري جوج مرات في الأسبوع أيضا غادي تحاول كيف تقدي السمك ديالك على قد ميزانيتك أشنو غادي تقدي وهكذا دوليك مثلا أنا كيف قلت عندي واحد نهار بدون لحوم عندي نهار ما كان تلفش فيه وهذا نهار ديالكوسكوس هذا نهار ما كان تلفش فيه دائما عندي كوسكوس رسمي وعندي الحد دائما غداء مع العائلة هذا الحد أو الثاني ما كان تلفش باقي الأيام كان حاول نقض فيهم أموري مثلا الفتور خاصة حرشات الشعير ولا هدا دائما الحرشات البط بط ولا في الصباح كان لقاهم خامرين ونقرس ونقضي وكان في طربي هم ولادي ونخرج لبارزيين لتج حاجة نادي لن في الراجل يشري ولاشره غي يبقى ما كان أكلوش عندي هنا قغطان دية الروز درس دية الكيك وتفاح درس هالعشية تصوير فيديو زائد منتاج أذكر ديالي راني ضبطها درزها هنا بالنسبة للاربعة كانت عندي شربة ديال العدس اللي كنت درت معاكم خبز النان بالجبن تصوير فيديو شقيت الزيتون كان خاصني الزيتون شقيته حضرت الوصفة ديالتين والزيتون كانت قادات لي وخاصة هاني كيف كتعرفوا تبين زربية ديال السانو الورد اليومي وأذكر هنا ثلاث دائما أنا كان حط الوصفات اللي أنا غادان ديال وفي اللير قبل ما نعز كان ضربت ليلة خاصة شي حاجة تفكرت نزيدها مثلا بحال عجينة الخبز أنا تفكرتها زيتها عندي مرقب الحمو الخرشف هنا عندي كيش بالسبانة وخلفطر عندي تسوق هنا عندي كوسكوس وعجينة الخبز يعني غايخصني الخبز هنا غداء مع العائلة هنا مرقب تشاج خرجة أنا احتل حمو المغربي كنديرو يعني كتحاول تدوني فيه وصفاتك وهنا في الأسفل الورد ديال المسائل الدينية الورد اليومي والأذكار ديالك إلا عندك شي خرجة ولا شي عرادة تنوطيها وتديري لها بالفتخ وهذا بقي عاقلة بأن هذا النهار عندك فيه واحد زيال العار ولا واحد الخرجة ستكتروري تديريها وهكذا داولك حتى الفيديوهات يعني هذا الفيديو خصني ضروري يعني طيبا طيبة كان نوطيكم كورا هذا خصني فيديو المونتاج دياله كيبقى حسب سالي تنديليه مونتاج سالي ما ساليش مهمرا نسربح تصوير وهكا إلا استعملتها بطرق كوني أكيدة أنك غادي ترساحي نفسيا غادي ترساحي في دماغك غادي ترساحي في صحتك ذاك العصاب وذاك ستريس غادي تهني منه ولداتكم ولداركم مستمتعين بدك شي لنتي قتحضري لهم وهذيك رها متعة وهذيك رها ميزة هذيك هذيك رها حداقة وشطارة تالت حاجة وفرتي وفرتي أي حاجة وفرتي هكا تعرفوا حنا نسا خصك جليلي بخصك هكا غادي تخرجي اي حاجة وفرتي خاصة نيشي حاجة لدار هذيك يلي غادي لها الهدف باش نوصل لي هاتي أنا بحالي بحالي بحالياتي ونقادها في داري ونصاوبها في داري إلي تبعتوا هذي الميطود يعني كونوا أكيدين أنكم غا تنجحوا خليوا شعاركم لا للعشوائيات وخلي شعارك نستهلك بلا ما نستهلك تمنى هذي اقتراح دي لها اليوم نكون نسلطت الضوء على بعض الأفكار أنا أعطيتكم أفكار يعني دك شي لي قدرت في داري ودك شي لي نجح معايا شكرا للمتابعة وانتظروا في الحلقة المقبلة بإذن الله